أعزائي طلاب المرحلة للقسم الرياضيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسر الله العلي العظيم أن يحفظ عراقنا الحبيب من كل سوء موضوعنا لهذا اليوم هو تقييم النظام الديمقراطي تناولنا في المحاضرات السابقة الدمقراطية وأنواعها ثم الدولة وسلطاتها وكذلك تناولنا موضوع الرأي العام ودوره في ضمان حقوق الإنسان موضوعنا هذا اليوم مثل ما ذكرت هو تقييم النظام الديمقراطي يمكن حكم على أي نوع من أنواع أنظمة الحكم بمدى نجاح هذا النظام وكفايته وقدرته على تحقيق أغراضه وتأثير ذلك على المواطنين ومدى القناعة والثقة والرضا بما قدمه هذا النظام من نتائج تسعد المواطنين وهناك مسألة مهمة جدا حول النظم الجمقراطية الحديثة التي تختارها الدول الفتية ذلك أن النظام الديمقراطي يجب أن ينتشر في المجتمعات بشكل تدريجي ويتم ذلك بالتذقيف والتوعية بحقيقة النظام ووجود دستور مكتوب يقيد السلطة الأغلبية وينشر المثل العليا للديمقراطية في الحقيقة أنهم مشكلة تواجه الديمقراطية هي عملية إيجاد توافق بين تطبيق الأفكار الديمقراطية وبين الكفاءة فالتطرف بالديمقراطية يجعل الناس متساوون في الإسهام في إدارة شؤون الدولة وهذا يؤدي إلى جهاز حكومي ضعيف غير قادر على إدارة شؤون البلاد وإذا تم التركيز على الكفاءة وحدها سيؤدي إلى توفيض السلطة إلى عدد قليل من ذوي الخبره أي عدد محدود جدا وبالتالي ظهرت أراء تحاول التحاول بقدر الإمكان الانسجام بين المبدأين من خلال الأخذ بالمبدأ والأفكار من خلال الأخذ بالمبادئ والأفكار الديمقراطية أما الآخر فهو يدعو إلى زيادة الكفاءة في الجهاز الحكومي وهناك دول تحاول انتقاء بعض الموظفين على أساس الكفاءة والتخصص أما الرأي الراجح بينهما هو أن تترك إدارة شؤون أو تترك إدارة شؤون بما يقصد بها المسائل المهمة بيد الشعب وتترك الأعمال الإدارية بيد ذوي الإختصاص وهذا بالتالي يؤدي إلى انسجام أكمر ما بين الدمقراطية والكفاءة هناك سلبيات وإيجابيات في النظام الديمقراطي ممكن نتناول بعض جزء من هذه الإيجابيات الاستقرار السياسي أي في النظام الديمقراطي يستطيع الشعب أن يستبدل الحكومة سلميا عن طريق الانتخابات دون اللجوء إلى العنف وتعطيل الدستور وهذا شيء مهم مثل ما قلنا أي أن نركز على موضوع مبدأ تداول السلمي للسلطة ثانيا في النظام الديمقراطي تكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب وفق مبدأ المراقبة حول عمل الحكومة ثالثا النظام الديمقراطي يمكن في تأمين درجة أوسع من الكفاءة واختيار الكفاءة الممتازة لشغل المناصب بعيدا عن التحذب عن طريق الانتخابات وإخضاعهم إلى حكم الرأي العام أربعة تأمين سعادة طبقات الشعب كافة وارتفاع معدلات السعادة تزداد مع ازدياد الدمقراطية من خلال فسح المجال للجميع للدفاع عن حقوقهم خمسة في النظام الديمقراطي تعمل الدمقراطية على جعل الحكومة خادمة للفرد وتوفر الضمانات الكافية للحريات الشخصية هذه بعضا من إيجابيات الديمقراطية وممكن الرجوع إلى المادة الموجودة للاطلاع الأكثر على الإيجابيات أما فيما يتعلق في سلبيات النظام الديمقراطي أولا الدمقراطية تضع مقاليد الحكم بيد عامة الشعب وهذه قد تكون غير ملمة بأساليب الحكم بسبب ضعف الثقافة العامة ثنين عدم استقرار الوزراء وكبار الموظفين في مناصبهم مما يجعل هؤلاء يستغلون الموقف للكسب السريع الثلاثة تعمل الدمقراطية على حكم الأغلبية وهذه قد تعرض الحريات العامة للخطر من استبداد الأغلبية والتجاوز على حقوق الأقليات أربعة تكون الدمقراطية عاجزة عن مواجهة الأزمات نتيجة الصراعات بين أعضاء البرلمان وعدم الاتفاق على رأيه موحد وسريع لمواجهة الأزمة خمسة الهدر الكبير بالمال نتيجة إدارة عمليات الحكومة وأجهزتها الخاصة في الانتخابات من خلال استغلال المال الحكومي الذي هو أساسا موجه لمشاريع تخدم الشعب هذه بعض من سلبيات النظام الديمقراطي وبالتالي ممكن الرجوع إلى المادة الموجودة في جوجل كلاسلوم لتطلع على هذا الموضوع أكثر والسلام عليكم وبركاته ترجمة نانسي قنقر